هنسيب اتحاد التنس وهنروح لاتحاد التايكوندو وأول بطولة عبر السوشيال ميديا البومزة البومزة مبدئيا بتتلعب ممكن تتلعب في البيوت لأنها مش حاجة فايت بين اللعبين أو اللعبات فاتحاد التايكوندو برئاسة الدكتورة عمر سليم بيقول رئيس الاتحاد البصري للتايكوندو قال إن هو هيعمل بطولة بومزة في شهر إبريل في 20 إبريل علشان يقدر اللعبة تتواصل في الرياضات بدأ اعتمد على الأساليب اللعبة دي وأكيد ده شيء مهم جدا وقال ده هيكون عبر تواصل الاجتماعي نظر الظروف التي تمر بها البلاد وحفظة باتحاد على استمرار التدريب والمنافسة والتواصل مع اللعبين والمدربين هيتم نشر شروط كاملة البطولة دي قريبا جدا لكن إحنا أكيد لازم ننوه عليها لإعطاء المدربين واللعبين أطول فترة ممكنة عشان يقدروا يستعدوا لهذه البطولة وكمان هيتم الإعلان عن البطولة دي تباعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكمان عبر القنوات أكيد كلها وده شيء مهم هيقوم النقبة من الحكام المصريين الدوليين والمحليين في البمزة بالتحكيم تحت الإشراف البشر للجنة الحكام المصرية كما سيمنح الاتحاد كل من اللعبين والأنديال فائزة شهادات معتمدة من الاتحاد نشكر كابتن عمر سليم رئيس الاتحاد المصري لالتايكوندوه بطولة مصر الأولى عبر الانترنت بداية من عشرين لعشرين إبريل بإذن الله للمراحل السينية من أربعتاشر لسبعتاشر سنة